الحمد لله رب العالمين أحمده جل وعلا على نعمه ومن نعمه أن أنعم علينا بهذا الدين الذي فيه معالي الأمور فضائل الأخلاق فيه العبادات التي تسمو بها نفوسنا وترضي ربنا سبحانه وتعالى ومن تلك العبادات أن نتبع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا في الأيام الفاضلة ومن الأيام الفاضلة أيام العيد فعيد الفطر يأتي بعد إتمام الإنسان لعبادات متتابعة من صيام رمضان وقيام ليلة وإدراك ليلة القدر وصدقة الفطر ونحن ذلك من العبادات وهكذا في عيد الأضحى يأتي وقد وقف الناس قبل ذلك يوم عرفة ذلك الموقف المهاب وكذلك يأتي يوم العيد في يوم الحج الأكبر يؤدي الناس فيه أنواع النسك من رمي الجمار إلى ذبح الهدي إلى حلق رؤوسهم أو تقصير شعرهم إلى طواف بالبيت وسعي بين الصفاء والمروة وكذلك كان الناس قبله قد أتوا بأنواع من العبادات من ذبح الأضاحي ومن التكبير والذكر في أيام العشر الفاضلة التي ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من تلك العشر وقد وردت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعرف بهديه فيما يتعلق بصلاة العيد ومنها ما رواه الإمام البخاري في هذا الباب ولذلك سأورد عددا من الأحاديث في ذلك قال أبو سعيد الخدري خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى والمصلى كان خارج المدينة وكانوا يصلون فيه صلوات العيد والاستسقاء قال فصلى ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة ففيه دلال على أن الصلاة يبتدأ بها قبل الخطبة ثم قال أيها الناس تصدقوا ثم مر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة أو قلنا وبما يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير ثم قال ما رأيت من ناقصاتي دين وعقل أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كنا هل في هذه اللفظة استنقاص للنساء قالت امرأة في ذلك الموقف تستفسر هل هذه اللفظة تدل على نقصان مقام النساء فقالت امرأة يا رسول الله أو قلنا وما نقصان دينها وما نقصان عقلها يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل وذلك أن الله عز وجل في آية الدين التي في آخر سورة البقرة لما ذكر أنه تقبل شهادة امرأتين مقابل شهادة الرجل قال أن تذكر إحداهن الأخرى وذلك أن المرأة عندها من النسيان ما ليس عند الرجل ولذلك احتاجت إلى أن تقارنها مرأة أخرى في الشهادة من أجل أن تذكرها ثم قال فذلك من نقصان عقلها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم قالوا بلى قال فذلك نقصان دينها إذن نقصان الدين ليس معناه نقصان مكانتها ومنزلتها بل إن المرأة التي يأتيها حيضها وكان من عادتها أن تحافظ على صلاتها وصيامها يكتب لها أجر الصيام والصلاة تامة كما ورد في النصوص الأخرى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما وفي الحديث الآخر أنه لما عاد صلى الله عليه وسلم من تبوك قال لأصحابهن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر وحينئذ انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من خطبته ولما صار إلى منزله جاءته زينب أمرأة ابن مسعود تستأذن عليه فقالوا هذه زينب تستأذن فقال صلى الله عليه وسلم أي الزيانب قالوا مرأة ابن مسعود قال نعم إذن لها فأذن لها فقالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وأنا عندي حلي صاغة من ذهب ونحوه فأردت أن أتصدق بها فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم ولذا كانت صدقة التطوع بالاتفاق جائزة للأولاد وللزوج بلا إشكال وهي أفضل من الصدقة على غيرهم لعلنا نقف مع فاصل يسير مواصل الحديثة بعده عن سياق آخر للصلاة العيد حياكم الله بعد هذا الفاصل وأرحب بكم في حديث عن يوم فاضل من أيام الله عز وجل يوم ضيافة الرحمن لعباده ألا وهو يوم العيد قالت حفصة رضي الله عنها كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في العيدين والعواتق النساء البالغات فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف قالت حفصة فأتيتها فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان زوج أختها غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة وكانت أختي معه في ست تحدث هذه المرأة تحدث حفصة بنت سيرين التابعية فقالت هذه المرأة كنا نداوي الجرحى ونقوم على المرضى فسألت أختي تقول هذه المرأة سألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل تخرج المرأة إلى صلاة العيد وليس عندها جلباب والجلباب هو العباءة التي تلبسها المرأة قالت أعلى أحدنا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج لصلاة العيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلبسها صاحبتها من جلبابها يعني العباءة الواحدة تشترك فيها المرأتان ويخرجان معا ولتشهد الخير ودعوة المسلمين قالت حفصة فلما قدمت أم عطية صحابية رضي الله عنها سألتها أسمعتي من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا فقالت أم عطية نعم بأبي هو سمعته يقول ليخرج العواتك يعني النساء البالغات وذوات الخدور يعني النساء التي يبقين في خدورهن ممن لم يتزوجن بعده والحيض يعني النساء المرأة الحائض يوم العيدين وليشهدنا الخير ودعوة المسلمين وفي لفظ وجماعة المسلمين ولكن يعتزل الحيض المصلى ما يكونون مع المصليات في أثناء صلاتهن قالت فكنا نخرج يوم العيد ونؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى تخرج النساء الحيض فيكن خلف الناس يكبرون بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته قالت حفصة آه الحيض فقالت نعم أليس الحائض تشهد عرفه وتشهد كذا وكذا ومن الأحاديث الواردة في هذا ما ورد من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يقول البراء خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى إلى البقيع والبقيع في خارج مباني المدينة في ذلك الوقت وقال فصلى ركعتين في هذا الدلال على أن صلاة العيد تصلى بركعتين وقد ورد أنها يكبر فيها بتكبيرات كثيرة قبل قراءة الفاتحة وسواء في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية والعلماء لهم اختلاف كثير في عدد التكبيرات فعند الإمام بحنيفة أنه يكبر في الأولى بخمس وفي الثانية بثلاث وعند الإمامين مالك وأحمد أنه يكبر في الأولى بسبع تكبيرات وفي الثانية بخمس سبع مع تكبيرة الإحرام وخمس بدون تكبيرة الانتقال وعند الإمام الشافعي رحمة الله على الجميع أنه يكبر ثمان تكبيرات في الركعة الأولى منهن تكبيرة الإحرام ويكبر خمسا في الركعة الثانية قال البراء صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أقبل علينا بوجهه بعد الصلاة فخطبنا فيه دلال على أن الخطبة تكون بعد صلاة العيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر إذن النحر لا يكون إلا بعد صلاة العيد فمن صلى صلاتنا هذا صلاة العيد واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف بعد الصلاة ومن ذبح بعد الصلاة ثم نسك نسكنا فقد أصاب النسك وأصاب سنة المسلمين أما من نسك قبل الصلاة فإنما هي شات لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء فإنه قبل الصلاة فقام رجل من الأنصار يقال له أبو برده بن نيار وهو خال الراوي البراء بن عاسب فقال يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل أن أخرج إلى الصلاة لأنني عرفت أن اليوم أي يوم أكل وشرب لأن يوم العيد لا يجوز الصوم فيه قال عرفت أن يومي يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فتعجلت فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي إلى الصلاة فأكلت وأطعمت جيراني وأهلي قال البراء بن عاسب كان عندهم ضيف لهم فأمر أهلها أن يذبحوا قبل أن يرجع ليأكل ضيفهم فذبحوا قبل الصلاة فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد الذبح أمره أن يعيد الذبح وهذا الأمر ليس للوجوب عند الجمهور لأن الأضحية ليست واجبة عند مالك والشافعي وأحمد وإن أوجبها الإمام أحمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم أبدلها قال يا رسول الله عندي عناق لي جذعه من المعز خير من مسن في حجمها ولحمها وأحب إلي من شاتي أفتجزئ عني فقال النبي صلى الله عليه وسلم تجزئ عنك إذبحها واجعلها مكانك لكنها لا تجزئ عن أحد بعدك ولعلنا إن شاء الله بعد الفاصل نستعرض شيئا من الأحاديث الواردة في صلاة العيد بعد هذا الفاصل الذي ذكرنا قبله عددا من الأحاديث النبوية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعيد لعلنا أن نستعرض بعض السنن المتعلقة بيوم عيد الفطر فمن تلك السنن أنه يشرع للناس أن يتصدقوا بصدقة الفطر وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه أن يخرجوا صدقة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط ولذلك فإن زكاة الفطر من الواجبات كأنك تشكر الله عز وجل أن أبقاك سنة كاملة تتمكن فيها من عبودية ربك سبحانه وتعالى وكذلك من السنن المتعلقة بعيد الفطر أنه إذا غربت الشمس من آخر يوم من رمضان في ليلة العيد فحينئذ يستحب للناس أن يكبروا وأن يرفعوا أصواتهم بالتكبير فهذه من السنن النبوية التي يحسن بالإنسان أن يأتي بها كما قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم فيقول الإنسان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهكذا من السنن المتعلقة بيوم العيد عيد الفطر أن يأكل الإنسان قبل خروجه إلى المصلى تمرات وقد ورد أنه كان يأكلها ويترا ليفرق الإنسان بين يوم فطره وبين يوم صومه ويوم الفطر مما يحرم على الناس أن يصوموا فيه وإذا كان في يوم الأضحى يستحب أن لا يطعم الإنسان إلا لحم أضحيته فإنه في يوم الفطر يستحب له أن يطعم قبل الصلاة وهكذا من السنن أن يغتسل الإنسان لصلاة العيد وأن يلبس ثيابا جديدة لائقة ومما يتعلق بالعيد أنه لا بأس أن يهنئ بعضهم بعضا بأن مكنهم الله جل وعلا من صوم شهر رمضان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن للصائم فرحتين أولى الفرحتين في يوم فطره وذلك في يوم العيد حيث استكمل صيام شهر رمضان وأما الفرحة الثانية فتكون في يوم لقائه لربه سبحانه وتعالى فإذا تقرب الإنسان إلى الله بلبس الجديد ولبس الثياب الجميلة فإنه يكون بذلك ممن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم ثياب من ذلك الصنف قالوا ألا تجعلها لك يوم العيد مما يشعر بأنهم قد استقر في نفوسهم أن يوم العيد يلبس فيه الثوب الجديد وهكذا من السنن التي ينبغي بالناس أن يفعلوها في يوم العيد أن يذهبوا لصلاة العيد مشاتا إذا لم يكن عليهم ضرر في ذلك وكان في ذلك تقوية لأبدانهم ما لم يؤثر عليهم أو يتبعد مواطن صلاة العيد عنهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العيد خارج المدينة وكان يذهبوا إلى مصلى العيد من طريق ويعودوا من طريق آخر إما ليكثر من يسلم عليهم ويهنئهم وإما لتكثر مواطن الطاعة والمواطن التي تشهد له بطاعة رب العزة والجلال هنيئا لنا أهل الإسلام بعيد الفطر المبارك فهو عيد من أيام الله عز وجل أيها المشاهدون الكرام هنيئا لكم بيوم العيد وهنيئا لكم بأن بلغكم الله هذا اليوم الفاضل هنيئا لكم أن مكنكم من صيام شهر رمضان وهنيئا لكم أن مكنكم من قيام ليلة ومن تلاوة كتابه هنيئا لكم أن مكنكم من عبادات عظيمة عبادة الإفطار وعبادة السحور وعبادات كثيرة في أيامكم الخالية فهنيئا لكم وأرجو أن يقال لي ولكم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وصلى الله على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر